اشتركوا في القناة ولماذا بوتين سعيد جداً لمجموعة كبيرة من الأسباب لعلي ذكرت في البدايات بأن أحد أكبر المستفيدين مما يجري من توحش رحيب في غزة هو بوتين ومن بعده الصين وإيران وآخرين لماذا سعيدين؟ لأن أمريكا ومن وراءها الغرب كانوا على روسيا وعلى الصين وإلى حد ما إيران وإلى حد ما تركيا كانوا يضغطون عليهم بشدة بل أن روسيا كانوا يحاربونها حرباً ساخنة قتل من الروس وجرح منهم ما يزيد عن 300 ألف ما بين جريح وقتيل أو يقترب أو يزيد على حساب المصادر ومن الأوكران العدد ذلك أو أكثر ناهيك عن ألاف حتى المدنيين من الأوكران وأيضاً من ناطقين بالروسية أيضاً قتل المئات وربما الألاف أيضاً المدنيين حتى لا ننسى هذا أيضاً وأصبح إلى درجة رأينا زعيم فاغنر يتمرد ويقوم بتمرد كان خطيراً جداً ومرعباً في 23 جواني ذكرتي جيدة الماضي وكاد أن يستولي على الكريمل يتوقف على بعد 200 كم من وصوله إلى موسكو وحرب كبيرة بين جنرالات الروس زعيم فاغنر من جهة ومن معه وجنرالات الدفاع وروسيا غرقت في بخموت وغرقت في أماكن أخرى وبدأت تضع في الدفاع الأول خط الدفاع الثاني للثالث أمريكا والغرب حاصرها في كل مكان ومازال يحاصل خلقاً اقتصادياً منع عليها الصين ولا تستطيع أن ترسل لها أسلحة أي بلد يتعامل معها روسيا في السلاح أو يحطه في قوائم التجريم إلى درجة أن بوتين لم يستطع حضور أحد أخطر الاجتماعات وأهمها ربما في العشر السنوات الأخيرة والاجتماع الذي تم في جنوب إفريقيا بريكس وتوسيع البريكس لم يستطع خائفاً يعني هو متهم بجرائم حرب خافاً يعتقل في جنوب إفريقيا وشاركاً مسكين من بعيد بالأونلاين إلى آخره إلى آخره وخلاص بدأت الأمور أن قضية تفكيك روسيا أنا شخصياً معتقد فيها حتى بداية غزة الآن هي تتغير الأمور تفكيك روسيا قضية وقت فقط ولماذا؟ لأن روسيا إلى درجة مثلاً نعطيكم مثال اللي هو واضح ما فيش نقاش جيش جزائري جنالات الجيش جزائري تقاهم عدة مرات الروس قالوهم لا نستطيع أن نقدم لكم شيء ربما تقدروا تساعدون أنتم ترجعونا واشبعنا لكم الروس راحوا حاولوا يهربوا بعض الأسلحة من جنوب إفريقيا وحاولوا يشتروا بعض الأسلحة اللي كانوا بيعاوها المصري عاودوا يشيرها عليهم وبعض ما تنتجه مصر واكتشفوها الأمريكان وتراجعوا المصريين في آخر لحظة تعاولوا مع عدة تجار أسلحة بش يجيبوا لهم كميات ولو كميات صغيرة لماذا؟ لأن كل المصانع الروسية تنتج ولا يكفيش كورانيا بوربي تأخذ في كل شيء الوحيد اللي باع لهم وتحدى الغرب هو تعالى أمريكا كوريا الشمالية وإيران تقول لنا ما ليش نبيع وهذا منقدم إلى آخره بينما ما زالت تبيع الصين ما قدروش أمريكان قالونهم تبعوا لهم سلاح تدفع الثمن غالي إذن بوتين اللي كان في هذه الأوضاع كلها يجد نفسه اليوم أن الغرب يكاد ينسى أوكرانيا يكاد ينسى أوكرانيا والرئيس الأوكراني يكاد يبكي وهو يطلب في المساعدات تخيلوا وين وصل الأمر في البرلمان في الكونغرس الأمريكي وصل الأمر إلى أنهم منعوا أسمع هاو الكونغرس الأمريكي أسمعوا شكاين الجمهور الجمهوريون يعقلون مشروع قانون بمليارات دولارات لدعم إسرائيل وأوكرانيا خطوة أثرت التوتر في الكونغرس الأمريكي فقد رفض مشروع قانون لتقديم مساعدات أمنية بقيمة 110 مليارات ونصف المليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وذلك بعد تصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي حيث قام الجمهوريون بعلقلة المشروع الذي كان يتطلع إلى تقديم مساعدات أمنية هائلة في حليفتي واشنطن كييف وتل أبيب بلغ عدد الأصوات المؤيدة 49 صوتا بينما بلغ عدد الرافدين 51 صوتا وبذلك فإن المشروع لم يحصل على الدعم لازم من 60 صوتا في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عطو تم تصويت بطبع حزبي حيث صوت الجمهوريون بشكل جماعي بلا وصوت زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشيك شومر وهو ديمقراطي بلا حتى يتمكن من طرحي الإجراء مرة أخرى في المستقبل فشل التصويت خيب أمال جو بايدن معتبرا ذلك بأنه أعظم هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعظم هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين طبعا كان فيها إسرائيل وأوكرانيا الجمهوريين قالوا ما كان مشكل مع إسرائيل قالوا نقسموه نحونا نتع أوكرانيا وحده ونحونا نتع إسرائيل نتع إسرائيل نوافقه عليهم معناش مشكل بالصحة نتع أوكرانيا لا توقفوا عنا شروط أخرى طبعا إذا لم تمر الأموال وهي أموال ضخمة 110 مليار منها 14 مليار للكاين الصهيوني وحوالي 96 مليار على ما يبدو للأوكران بدون هذه الأموال أوكرانيا لن تستطيع أن تحارب آه ممكن يقدموها شوية الأوروبيين لكن الأوروبيين ما يقدرواش يقدموش تقدم أمريكا قدروا يغطوا شهرين ثلاثة ممكن لكن ليس أكثر من ذلك لأن أمريكا هي التي تقود المجهود الحربي في أوكرانيا كله إذن أصبح بوتين سعيد وسعيد جدا الملاحظة الأخرى لعلكم أيضا انتبهتوا لها وصل بوتين إلى الإمارات ثم منها إلى دولة أبو منشار من دولة المسخ إلى دولة أبو منشار وترافقه مجموعة من طائرات السخوي آخر طراز ست طائرات ربعا نزلوا معاها في دبي آه في أبو منضبي ثم عودوا وذهبوا معاها للسعودية واستقبلتوا الإمارات بطائرات الأف-16 من سخريات الأمور أن الـ F-16 اللي رغم الأوكراني الآن يتدربون عليها ويقاتلوه بها في أوكرانيا وهي طائرات أمريكية استقبلته بها الإمارات وصنعوا العلم الروسي في السماء الإمارات والطائرات يعني طائرات إماراتية عسكرية وأخرى روسية طبعا سؤالة بوتين أو الوفد المجاور لها خالوا أنتم لماذا جئتم بالطائرات؟ يعني الإمارات هذه دولة صديقة لكم والسعودية دولة صديقة لكم بالرغم أنهم محميات أمريكية لكن هذه التناقضات قال لهم نعم هناك أمان كامل في الإمارات السعودية ليس لدينا مشكل وهؤلاء شركاءنا في أشياء كثيرة جدا وهنا نحن جئنا لنتعاون أكثر في البترول وفي التجارة وفي أشياء أخرى ولكن الطريق إليهما فيه شوية بعض البندية في الطريق وفي الحقيقة البندية نحبوا يوقفوك يوقفوك على كل حال لأن البندية اللي تقصد بهم الأمريكان الأمريكان لو كان بعثوا خمسين طائرة أو ربعين طائرة يوقفوك لكن أمريكا ما هيش في حال تقدر توقفك فيه يشفع لك شفعت لك غزة في الحقيقة شفعت لك غزة مش حتما كانت ستوقفك لكن شفعت لك غزة لأن أمريكا الآن كادت أن تنسى أوكرانيا طبعا هذه كارثة على السياسة الأمريكية كارثة كبرى لأنه مستثمر أموال هائلة وشعلوا العالم في قضية أوكرانيا وفي جزء منه كبير كان عن حق لأن المجرم اللي غزى هو بوتين الغزو من بوتين لكن عندما رأى العالم أن الغازي إسرائيل والمحتل يعامل وكانه أوكرانيا اللي هي تحت الاحتلال فالناس قالوا لا هذا مش معقول إلى درجة يومها أنا علقت يومها ربما الناس تابعوني هنا من خوتي لما خرج بايدن بعد عوالي عشرة أيام ويقول من أن أوكرانيا وإسرائيل مع بعض ضد حماس وروسيا فالناس ببساطة تقول له طيب أوكرانيا تحت الاحتلال غزاها الروس وغزا تحت الاحتلال غزاها صهاينة فكان المنطقي هو أن غزا مع أوكرانيا لأنهم كلاهما تحت الاستعمار أو الاحتلال أو الغزو لكن هذا هو النفاق الغربي كالعادة يعني فبوتين سعيد جدا فرحان جدا وزاد الأمور تعود حسنت من ناحية كثيرة وهو الآن الشيء الخطير هنا أوروبا بدأت تشعر بالخوف يعني أوروبا تبعت المريكان في المطلق في قضية روسيا وهما كانوا يقولوا نحن معنا شخيار وبالفعل يعني لو كانت تنهزم الآن أوكرانيا ستكون كارثة على الدول بالطيق الثلاثة ستكون كارثة على فنلندا وعلى السويد ستكون كارثة على بولندا ستكون كارثة على رومانيا وعلى مولدافيا ربما البلد الوحيد اللي ينجو هو هنغاريا لأن هنغاريا بقات شدة العصام الوسط وأقرب إلى الروس منها إلى الغرب رغم أنها هي جزء من الحلف الأطلسي وامتحاد الأوروبي ستكون كارثة عليهم لأن فيما بعد وبايدن بالمناسبة اليوم أعلن ترشيحه لعهداء أخرى ستكون هي العهداء الخامسة يعني دار زوج عهدات فيما بعد وبعد حط واحد هكذا في الطريق وبعد عاود ولا هو زوج وبعد عدل الدستور الآن باش يبقى رئيسي لأن يموت كي هو كي الصيني دوها علينا هذا البدعة يعني فطبعا شكول اللي راح يتنافس مع بايا مع بوتين مثل شكول اللي راح يتنافس مع السيسي هؤلاء ديكتاتور لما عين روح ويجي برك شوية مهرجين يدير بهم شوية لكن أكبر فائز اليوم هو روسيا والصين الخطورة الأخرى هذا يعني أن طايوان الآن إذا كانت صين حسب المخابرات الأمريكية كانت ستغزو وتدي طايوان في 2027 أنا من الآن أقول أن هذا الغزو احتمال كبير يكون قبل ذلك ولذلك عندي أخبار الآن تقول أن الأوروبيين ذهبوا عن طايوان وبدأوا ينقلون في أجزاء من المصانع وفي النوها وفي التكنولوجيا ويدربوا في كثير من الأوروبيين يدربوا فيهم الطايوانيين على بعض الأمور التكنولوجية الدقيقة جدا تدخل في النانو في الصناعات دقيقة جدا لأن قضية سيطرة الصين على طايوان لم تعد هل ستتم أم لا وإنما السؤال متى غزة ستسرع وحداث غزة ستسرع سيطرة الصين على طايوان وربما على مناطق أخرى وعلى جزر أخرى وأمريكا تغرق وسيكتب التاريخ أن غزة أغرقت أمريكا لأن أمريكا أصيبت بالجنون وهي تتبع ناتنياهو اللي همه الأكبر هو إنقاذ نفسه لأنه يعرف نهاية الحرب هو دخول السجن ترجمة نانسي قنقر